فريق البنك الاهلي بقيادة خالد جلال حقق الفوز على المصري البورس سعيدي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد برج العرب ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالنتيجة دي ارتفع رصيد فريق البنك الاهلي للنقطة 29 واحتل المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري ووقف رصيد المصري البورس سعيدي عند النقطة 20 واحتل المركز 13 الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على فيسبوك نشرت فيديو للفريق اثناء خوض اول تدريباته في المغرب استعددا لنهائي افريقيا وتضرب الاهلي امبارح على ملعب نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي قبل مواجهة الوداد يوم الاثنين اللي جاي في نهائي دوري ابطال افريقيا وبيتسوم وسمعني المدير الفني للفريق عمل محاضرة بالفيديو للعبين في مقر اقامة البعثة وحرس كمان على عرض بعض الفيديوهات لفريق الوداد المغربي لتحديد المهام المكلف بيها اللعيبة خلال التدريبات النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب واشلونة وميلان الايطالي السابق اتكلم عن زيارته المصر من خلال تويتا كتبها على صفحته وقال مصر دايما رائعة واحدة من اعظم عجائب عالمنا ونشر رونالدينيو مجموعة من الصور اثناء زيارته للأهرامات احتفلت الجماهير روما الايطالي بتحقيق فريقها اول لقب اوروبي عبر تاريخ النادي بعد التتويج بلقب دوري المؤتمر الاوروبي على حساب في نورد الهولندي بنتيجة 1-0 في المباراة لجماعاتهم اول انبارح في نهائي النسخة الاولى للبطولة للموسم الحالي وقامت جماهير روما بتصميم جدارية رائعة في العاصمة الايطالية ارتدى فيها مورينيو الرداء الروماني الشهير وهو حامل لقب دوري المؤتمر الاوروبي اعترافا بدوره الكبير في قيادة الفريق لتحقيق اول لقب اوروبي في تاريخه فريق تاتنام حصل على جيزة افضل ريمونتادا خلال الموسم المنتهي من الدوري الانجليزي 2021-2022 وده في الفوز على فريق لاستر سيتي بنتيجة 3-2 في شهر يناير اللي فات ضمنه من نفسات الجولة التسعة عشر من المسابقة البرازيلي فرناندينيو لاعب خط النص في مانشستر سيتي تم تتويجه بجيزة اقوى هدف من تسديده في الدوري الانجليزي خلال موسم 2021-2022 اللي انتهت منافساته يوم الحد اللي فات بتتويج سيتي باللقب للمرة رقم 8 في تاريخه كارلو انشلاطي المدير الفني لنادي ريال مادريد الاسباني اتكلم عن مواجهة ليفر بول في نهائي دوري ابطال اوروبا اللي هيتلاه بيوم السبت 28 مايو على استاد دوفخانس في العاصمة الفرنسية باريس وقال انشلاطي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اسعى للفوز بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه ليفر بول فريق رائع لكن ريال مادريد بيبحث ايضا عن الانتقام لانه خسر المباراة النهائية امام ليفر بول في نهائي 1981 في باريس وبكده مشاهدين خلصت اخبارنا الرياضية دلوقتي هنرجع لأحمد وجمعنا عشان يكملوا بقية فقرات الصباح الخير يا مصر إليك يا جمعنا